وطني رداذ سواحل يسعى على ضمأ ليسقينا الثقافة والأدب والفنون تعكس حضارة وتطور شعوب وتمثل نافذة على الإطلاع والمعرفة التي تسهم في تطور ونهوض المجتمع من خلال تبادل الثقافات مع المجتمعات الأخرى رسالتي كمرأة فلسطينية أن أصل بالثقافة والوعي وانطلق من مدينة رفح حتى تسموا بين الثقافة والوعي لمجتمع الفلسطيني والشعبي كافة في كل أنحاء البلاد في محافظة رفح انطلقت فعاليات الموسم الثقافي الأول للأدب والفنون نظمه منتدى رفح للثقافة والأدب والفنون وجمعية المتحدين الثقافية بالتعاون مع نادي خدمات رفح شارك فيه العديد من الأدباء والكتاب والفنانين قدموا فقرات غنائية وشعرية عبرت عن الحالة الفلسطينية في صراعها مع الاحتلال نحرص كل الحرص على الوصول للمبدع في المراحل الأولى لكي نستطيع من خلال جهودنا في لقاءاتنا الإسبوعية التي ننظمها في قاعة مؤتمرات بلدية انسرات من بعد عصر السبت من كل اسبوع لتوفير مناخ وبيئة إبدعية ملائمة حتى نستطيع من خلالها تطوير مواهب تلك الفئات المبدعة الحالة الفلسطينية التي تعاني حصارا ثقافيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقف سدا منيعا بشكل ممنهج أمام القدرات والطاقات الشبابية التي تحاول أن تجد مناخا إبداعيا مناسبا لتطوير المواهب المبدعة قد حرسنا في هذا اللقاء أن نخرج المنطقة أو نخرج رفح من العزلة من الحصار وهو الثقافي الذي يفرد عليها وننطلق في كافة أنحاء فلسطين وفي كافة أنحاء قطاع غزة انطلاقة ثقافية وأدبية وفنية عبر فيها نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين عن الجرح العميق والألم الذي تعرض له شعبنا خلال مسيرة هجرته وتشرده على يد من اغتصب أرضنا من رفح محمد أبو حطب تلفزيون فلسطين